المهدي المنتظر أو محمد المهدي هو شخصية يؤمن بعض المسلمين بظهورها مع اقتراب نهاية البشرية وقرب خروج الدجال وقبل نزول المسيح ابن مريم وعلامات ظهوره انتشار الظلم والفساد في الأرض فيأتي المهدي ليقيم العدل بين الناس ويقدم النعم لهم ومع انتشار الانترنت والتواصل الاجتماعي لا يمر شهر إلا ويظهر لنا في بلد عربي شخص أو أكثر يدعي أنه المسيح المخلص أو المهدي المنتظر هذه نماذج من مختلف البلدان العربية هذه نماذج كلها لرجال أما أنت ادعي امرأة أنها المهدي فهذا شيء غير مسبوك انظروا أبوس إيديكم أقسم بالله العظيم أنا مش عايزة حاجة أقسم بالله العظيم أنا المهدي المنتظر أقسم بعزة جلالة الله مش يا أخوانا حديكم الملخص بسرعة أنا مش هنا عشان تقوموا حروب أنا جبت العهد القديم العهد اللي تظلم أنا جبت العهد اللي خبوه وردموه وبدل ما تكونوا أنتوا اللي تحكموا استعملكم العبيد هذا الفيديو لإيمان العميري إيمان العميري مغنية تونسية شاركت في النسخة الخامسة من برنامج ستار أكاديمي وكانت أول تجربة سينمائية لها في فيلم مصري باسم خطيب مراتي ثم غابت فترة عن السوشيال ميديا حتى ظهرت في هذا الفيديو السابق الذي نشرته على إنستجرام فأتت التغريدات التي تباينت طبعا فكيف كانت ردة فعل الناس هذه نماذج علي نصيف يقول الفنانة تونسية إيمان العميري قالت إنها هي المهدي المنتظر وأن لديها رسالة من الله تريد إبلاغها أنا شخصيا صدقتها أنها المهدي المنتظر ويدرج بعض صور لها أما بالنسبة لشخص يسمي نفسه أنا the thinker يقول هذا سرع الفص الدماغي أو ما يسمى بمرض الأنبياء عليها أن ترى طبيبا نفسيا بالنسبة لي عبدالله عبدالله يقول طيب يلا حثي المال علينا رشينا ونقطينا بالمال هذه أحد صفات المهدي يرش المال رشا هذه بها يقول بها أنا وبي وصفي تاجر مخدرات أعلمكم أن كل ما يصدر من هؤلاء الأشخاص ليس له علاقة بمنتجاتي الجودة هدفنا أما هذه التغريدة من بدوي نادر يقول أنا مسامح الدود اللي باشي أكلني دودة دودة إلا الدودة اللي كلاتني وخلتني نحل الفيديو هذا أي أن أحضر هذا الفيديو نود أن أشير إلى أن الفيديو الذي بثته إيمان على حسابها على إنستجرام وأخذي عنها لم يعد موجودا على حسابها وحسابها الآن يتابعه أربعمائة وثلاثة ألاف شخص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر